موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أبناء التلاميذ بنات الثلميذات إلى درس جديد من دروس مادة اللغة العربية الخاصة بالجذع المشترك الأدبي في مزوئتها الثالثة الموسومة بالشعر العمدي درسنا اليوم أعزائي قصيدة غزلية للشاعر مالك بن المرحل عنوانها كما ترون بحر الهوى وقبل أن نقرأ قصيدتنا وقبل أن نقف عندها ملاحظة وفهما وتحليلا وتركيبا دعونا بداية نتذكر بعض المعطيات المتعلقة بمفهوم الشعر درست مع عزائي أن الشعر في حده الأدنى عبارة عن كلام موزون مقفا دل على معنى ويتأسس في عمقه على عنصر الخيال الذي يتجلى في التصوير الفني وقفتم أيضا عند أغراض الشعر ومن الأغراض التي وقفتم عندها غرد المدح وغرد الوصف واليوم إن شاء الله سنقف للمرة الثانية عند غرد الغزل كما ستقفون إن شاء الله عند أغراض أخرى مستقبلا والحديث هنا عن الرثاء والهجاء والفخر أعزائي إن أول مرحلة يجب أن نقف عندها هي ملاحظة النص دعونا أولا نحدد نوعية النص من خلال تأمل الشكل الطباعي هذا نصنا تأمله جيدا لاحظوا أن شكله الهندسي يشي منذ البداية بأننا أمام قصيدة شعرية وتعلمون طبعا بأن الشعر إما أن يكون عموديا وإما أن يكون حرا أقصيدتنا إذن دمن الشعر العمودي أم الشعر الحري تأملوها جيدا لاحظوا أولا أن قصيدتنا تتأسس من حيث الشكل على ما يسمى نظام البيت لاحظوا أيضا أن هذا البيت يتشكل من شطرين اثنين هذا الشطر الأول يسمى صدرا وهذا يسمى عجزا لاحظوا أيضا أن قصيدتنا تنتهي بحرف واحد حرف العين ذلك الحرف هو الذي نسميه رويا إذن استنادا إلى هذه العناصر التي أشرنا إليها استنادا إلى هذا الشكل الهندسي الذي وصفناه الآن يمكننا أن نقول إن قصيدتنا هذه عبارة عن قصيدة شعرية من الشعر العمودي أعزائي وجب هنا أن أنبه إلى مسألة مهمة جدا وهي مسألة التصريع عودوا مع إلى القصيدة لاحظوا البيت الأول تملك ثم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأحشائي وكلي بأجمعي لاحظوا أن البيت الأول قافيته أو عروضه تنتهي بنفس الحروف التي ينتهي بها الضرب في العجز هذا التناسب الحاصل بين آخر الصدر وآخر العجز هو الذي نسميه التصريع وهو اتفاق قافية الشطر الأول من البيت الأول مع قافية القصيدة دعونا الآن عزائي نقف عند صاحب قصيدتنا من هو صاحب قصيدتنا هذه إنه الشاعر أبو الحكم مالك بن المرحل ولد بسبتة عام ستمائة وأربعة للهجرة شاعر وأديب المغربي شغل منصب القضاء بغرناطة خلف طراثا معرفيا متنوعا من شعر ونحو وفقه توفي بفاسة سنة ستمائة وتسعة وتسعين الآن أعزائي فلنقف عند عنواننا بحر الهواء لنقشه أولا من الناحية التركيبية ثم نقف عنده دلاليا تأملوا جيدا ما العلاقة الجامعة بين كلمة بحر وكلمة الهواء من الناحية التركيبية لاحظوا أن كلمة بحر هنا مرفوعة وكلمة الهواء مجرورة وعلامة جرها الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر إذن فالأول مرفوع والثاني مجرور وهذا يدل على أن العلاقة الجامعة بين اللفظ الأول واللفظ الثاني هي علاقة إضافة الكلمة الأولى عبارة عن مضاف والكلمة الثانية عبارة عن مضاف إليه إذن نحن أمام مركب إضافي الآن عزائي ما العلاقة بين البحر والهواء البحر معلوم ماذا نقصد بالهواء نعم الهواء يراد به الحب والعشق والشغف لكن ما علاقة البحر بالحب وما يجري مجراه من شغف وهيام وغير ذلك ما العلاقة الجامعة بين الكلمتين أعزائي إن المتأمل في هذا العنوان من الناحية الدلالية سيكتشف أن مشاعر القلب عفوا أن مشاعر الحب والعشق تملأ قلب المحب والعاشق وتتأرجح بين الوصال والصدود كما يملأ الماء البحر ويخضع لحركتي المد والجزري إذن هناك تناسب بين المعاني التي يشي بها البحر والمعاني التي يشي بها الهواء أعزائي الآن دعونا نقف عند بيثي القصيدة البيت الأول والبيت الأخير يقول شاعرنا في البيت الأول تملكثم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأحشائي وكلي بأجمعي وفي البيت الأخير يقول شاعرنا وتبكي دمًا عيني وهم في سوادها ويشك النوى قلبي وهم بين أضلعي ما المشاعر التي يحس بها شاعرنا هنا؟ أشاعرنا يحس بالاطمئناني أم بالاططرابي تأملوا جيداً تبكي روحي أحشائي يشك النوى قلبي إذن فالصياق هنا سياق طمئنان أم سياق الطراب؟ لا شك أنه سياق طراب سياق توثر إذن شاعرنا هنا يعاني يتعذب وهذا يجعلنا نسأل ما السبب في عذابه؟ تأملوا ماذا يقول في البيت الأخير ويشك النوى قلبي والنوى في اللغة أعزائي هو البعد وحدث هنا تقديم وتأخير فالأصل أن يقول ويشك قلب النوى أي إن القلب فاعل هنا والنوى مفعول به فالأصل أن يقول ويشك قلب النوى ماذا يشك القلب؟ يشك النوى يشك البعد والبين فشاعرنا إذن أعزائي يتعذب يتألم جراء بعد من لا شك أنه يقصد هنا حبيبا أو محبوبة ما دام الصياق هنا صياق غزل إذن يمكننا القول إن البيتين يشيران إلى حالة العشق والهوى التي تملكت وجدان الشاعر وإلى ما يترتب عن ذلك من سهاد واكتئاب في سبيل تحقيق الوصال والصناد إلى كل هذه المعطيات يمكن أن نفترض الفرضية الآتية لنقول بناء على العنوان وقد شرحناه سلفا والبيتين الأول والأخير هما نفترض أن موضوع القصيدة يتناول حالة الشاعر الوجدانية وهو يتخبط في العشق والهوى الآن عزائي دعونا نقف عند قصيدتنا يقول مالك بن المرحل يتغزل تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأحشائي وكلي بأجمعي وتيهتموني في بديع جمالكم فلم أدري في بحر الهوى أين موضعي وأوصيتموني لا أبوح بسركم فباح بما أخفي تفيض أدمعي فلما فنى صبري وقل تجلدي وفارقني نومي وحرمت مطجعي شكوت شكوت لقاضي الحب قلت أحبتي جفوني وقالوا أنت في الحب مدعي وعندي شهوذ بالصبابة والأسى يزكون دعواي إذا جئت أدعي سهادي وشوقي واكتئابي ولوعتي ووجدي وسقمي واصفراري وأدمعي ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي وتبكي دم عيني وهم في سوادها ويشكو النوى قلبي وهم بين أطلعي هذه أبيات قصيدتنا أعزائي قبل أن نقف عند دلالاتها دعونا أولا نشرح بعض الكلمات المستغلقة أول الكلمات التي تستوقفنا هنا كلمة طرفي ويراد بها عيني قال شاعرنا أيضا أحشائي ويراد بها ما بداخل البطن قال أيضا تيهتموني أي جعلتموني تائها جفوني يراد بها عفوا جفوني يراد بها ابتعدوا أو ابتعدوا عني ثم الصبابة ويراد بها في القصيدة الحب المجنون والوله أما الأسى فيراد به الحزن والهم ثم سهادي ويقسد بها أرقي أما الوجد أعزائي فهو الهيام والشغف وأما السقم فهو المرض وأما النوى فقد شرحناه سلفا ويراد به البعد فنعود إلى قصيدتنا تأملوا مطلع القصيدة إن شاعرنا يعترف بأمر مهم جدا ما هو في نظركم أعزائي لاحظوا إن شاعرنا يعترف بأن عقله وطرفه وبسمعه قد تملكه أحدهم وقد خاطبه هنا بضمير الجمع للرفع من شأنه وهو واحد مفرد فقال تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي حوسه كلها قد تملكها وروحي وأحشائي بالكل وكلي بأجمعي حتى صار شاعرنا أعزائي تائها وتيهتموني ويحدثنا الشاعر أيضا بأن أحبته الذين فارقوه طلبوا منه وأوصيتموني طلبوا منه أن لا يبوح بالسر إلا أن أدمعه كشفت عن هذا السر وباحت به فلما انقضى صبره فلما فنى صبري وقل تجلدي والتجلد في اللغة هو الصبر وفارقه نومه ومضجعه ما عاذ يرغب في صاحبه وفارقني نومي وحرمت مضجعي ماذا فعل شاعرنا شكوت لقاضي الحب ذهب إلى قاضي الحب والحدث هنا طبعا حادث أو حاصل في مخيلة الشاعر طبعا شكوت لقاضي الحب قلت أحبتي قال القاضي وما بهم قال جفوني وقالوا أنت في الحب مدعي لا شك أن القضاء يقتضي شهودا يقول شاعرنا وعندي شهود بالصبابة والأسى يزكون دعواي إذا جئت أدعي بل له شهود آخرون يقول سهادي وشوقي واكتئابي ولوعتي ووجدي وسقمي واصفراري وأدمعي هؤلاء جميعهم شهود يثبثون ما قلته لك أيها القاضي ومن عجب إن شاعرنا يتعجب ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي وهذا غريب جدا شاعرنا يحن إلى أحبته وهم معه وتبكي دما عيني عينه لا تبكي دموعا بل تبكي دماء وهم في سوادها ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي قلبه يشكو بعدهم وهم بالقرب منه وهذا غريب جدا لذلك الشاعر هنا يتعجب ومن عجب أعزائي استنادا إلى كل ما ذكر هنا يمكننا أن نقول إن شاعرنا في قصيدته هذه يصور حالته النفسية والوجدانية التي يعيشها تحت وطأة العشق والهوى مخاطبا أحبته الذين تملكوا روحه وعقله وشاكيا بعدهم وما يقاسيه من سهاذ واكتئاب مثمنيا وصالهم وقد صاغ الشاعر التعبير عن هذه العواطف في قالب فني يترجم لوعته وسهده ويراعي خصائص قصيدة الغزل في الشعر العربي شكلا ومضمونا الآن عزائي دعونا نكثف هذه الدلالات كلها أولا في جملة واحدة مقتراحاتكم فلنسمع إلى هذا الاقتراح يتغزل الشاعر بمحبوبته ويكشف عن العذابات التي يحس بها جراء بعده عن أحبته دعونا الآن نكثفها في كلمتين لا شك أن جميعكم سيقول عذابات الهوى أو عذابات النوى أو عذابات الحب وما يجري مجرى هذه العبارات الآن فلنكثفها في كلمة واحدة ولا شك أن جميعكم سيقول النوى العذاب الهوى أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات لنمر الآن إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة تحليل النص وأول ما يجب أن نقف عنده هو الحقول الدلالية وإذا رجعنا إلى قصيدتنا فسنجد أن معجمها يتوزع إلى حقلين ذلاليين هما حقل الحب وحقل المعاناة ومن الألفاظ التي تدل على الحب قول شاعرنا تملكثم عقلي وطرفي تيهتموني بحر الهوى الصبابة وجدي فهذه أعزائي ألفاظ تدل على حقلي الحب حقل المعاناة ورد في النص أو وردت في النص مجموعة من الألفاظ والعبارات التي تدل على حقل المعاناة وهذه بعضها طفيض أدمعي فنى صبري قل لتجلدي فرقني نومي حرمت مطجعي شكوت جفوني الأسى سهادي شوقي اكتئابي لوعتي صفراري أدمعي وغيرها من الكلمات فكلها تدل على حقل المعاناة السؤال الآن أعزائي ما العلاقة الجامعة بين هذا الحقل وهذا الحقل نعم إن كثيرا منكم سيشير إلى أن العلاقة الجامعة بين هذين الحقلين هي علاقة سببية العلاقة الجامعة بين الحقلين علاقة سببية بحكم أن الحب هنا كان سببا في معاناة الشاعر المرحلة الثانية من مرحلة التحليل أو الخطوة الثانية من مرحلة التحليل هي خطوة الصور الفنية تأملوا معي هذه العبارات يقول شاعرنا فباح بما أخفي تفيض أدمعي وقال أيضا وعندي شهود بالصبابة والأسى وقال أيضا وتبكي دم عيني وقال أيضا ويشكو النوى قلبي ويشكو قلبي بحذي المتعلق بالفعل تأملوا العبارة الأولى فباح بما أخفي تفيض أدمعي أعزائي إن هذه العبارات كلها أولا تتضمن ما يسمى في حقل البلاغة الاستعارة والاستعارة في عمقها لا بد لها من مجموعة من الأركان أولها المستعار له ثانيها المستعار منه ثالثها العلاقة رابعها القرينة ثم استنادا إلى كل هذا نحدد نوع الاستعارة لا سيما العنصر الثاني وهو المستعار منه تأملوا جيداً يقول شاعرنا فباح بما أخفي تفيض أدمعي هل الأدمع تبوح؟ البوح هو الكشف فهل أدمع الشاعر فعلاً في واقعاً تبوح؟ إطلاقاً لأن البوح والكشف هما صفتان من صفة الإنسان إذن فالأدمع هنا مشبهة بالإنسان هل ذكر الإنسان هنا؟ إطلاقاً يعني هذا أن المشبه هنا هو الأدمع والمشبه في الاستعارة نسميه المستعار له والمشبه به في الاستعارة نسميه المستعار منه هل المستعار منه هنا مذكور؟ إطلاقاً إذن فالمستعار له هنا هو الأدمع والمستعار منه محذوف وهو الإنسان تقديراً والعلاقة دائماً التي تجمع بين المستعار له والمستعار منه دائماً هي علاقة المشابهة لأن الأصل في الاستعارة أنها تشبيه حذف أحد طرفه تذكروا هذا جيداً والقارنة التي تحيل إلى هذا المحدوف هنا هي قوله باحة لأن البوحة هنا صفة من صفات الإنسان وهي قارنة لفظية أو مقالية لأنها ذكرت لفظاً أما نوع الاستعارة هنا فكتب هنا استعارة مكنية ما السبب؟ طبعاً درستم في درس الاستعارة أن الاستعارة نوعان اثنان استعارة مكنية واستعارة تصريحية الاستعارة التصريحية هي التي يحذف منها المستعار منه عفواً هي التي يذكر فيها المستعار منه والاستعارة المكنية هي التي يحذف منها المستعار منه ويذكر فيها المستعار له الاستعارات الأخرى أيضاً وعندي شهود بالصبابة والأسى شاعرنا هنا شبه الصبابة بالإنسان واعتبرها شاهداً يشهد من باب الاستعارة المكنية أيضاً كما فرون الاستعارة الثالثة أيضاً هنا لاحظوا معي شبه الدموع لأن العيون لا تبكي دماً وإنما تبكي دموعاً فشبه الدموع بالدم من باب الاستعارة المكنية أيضاً والقرينة دائماً قرينة لفظية وفي المثال الرابع قال ويشكو قلبي ويشكو قلبي فالشكوى للإنسان فشبه القلب بالإنسان على سبيل الاستعارة المكنية والقرينة هنا أيضاً قرينة لفظية المقالية وهي قوله يشكو تأملوا أعزائي إذا رجعنا إلى هذه الاستعارات أو إلى بعضها فسنجد أنها استعارات تشخيصية لأن شاعرنا أسند بعض الصفات الإنسانية إلى أشياء مجردة وهذا يذكرنا بما يسمى فلسفياً أنسنة الطبيعة عودة إلى القصيدة يا أعزائي سنجد أن شاعرنا وظف مجموعة من المحسنات البديعية مثل الطباق السلب هنا لا أبوح باحة وتعلمون أن طباق السلب هو الجمع بين الشيء ونفيه وطباق الإيجاب باحة أخفي أيضاً وظف الجناس تيمتموني أو صيتموني طلبوني سجنوني والجناس كما تعلمون واجتمع الجمع بين لفظتين متشابهتين من حيث اللفظ واختلافهما مع الاختلاف في المعنى وظف أيضاً التراضف في مثل قوله كل أجمعي صبر تجلدي فارقني حرمت هذه المحسنات كلها أعزائي ساهمت في إغناء الإيقاع الداخلي للقصيدة ختاماً أو آخر مرحلة من مرحلة التحليل هي مرحلة اللغة والأساليب وإذا عدنا إلى القصيدة فسنسجل ما يلي أن شاعرنا وظف لغة إيحائية مشبعة بالتخيل والانزياح مع تسجيل هيمنة مطلقة للأسلوب الخبري وغياب ثام للأسلوب الإنشائي وقد وظف شاعرنا اللغة الإيحائية لأن المقام مقام شعر ووظف الأسلوب الخبري لأنه في حاجة إلى البوحي وإخبار المثلق بعذابات الهوى والنوى أخيراً أعزائي أذكركم بأهم الخطوات التي يجب أن نتبعها لإنتاج تركيب وتقميم وأولها تحديد نوعية النص والإشارة إلى صاحبه ثم الإشارة إلى مضمون القصيدة بإيجاز ثم الإشارة إلى بعض الخصائص الفنية المميزة للقصيدة ثم ختاماً يجب أن نعبر عن موقفنا الشخص من القصيدة شكلاً ومضمونة مثل هذا العمل الذي سنختم به حصتنا هذه إن النصنا عبارة عن قصيدة شعرية غزلية للشاعر المغربي مالك بن المرحل عبر فيها عن المعاناة التي تكتنف فؤاده جراء بعد أحبته عنه وجراء الشغف والهيام الذين يكنهما لمحبوبته ولبيان هذه المعاناة وظف شاعرنا حقلين اثنين هما حقل الحب وحقل المعاناة جمعتهما علاقة سببية فضلاً عن توظيفه مجموعة من الاستعارات التشخيصية التي نقلت إلينا مشاعر المعاناة التي يحس بها الشاعر دون أن نغفل توظيفه للأسلوب الخبري الذي أعانه على البوح والكشف والتطهير كما يسميه أرستو بهذا نختم عزائي درسنا هذا إلى اللقاء في درس قادم